اخوتي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اشتريت الحولي ولا ما زال اللي شراء الله يجعل فيه الأجر والخير والبركة واللي ما زال ما شراء يحذير راسه شوية مع شي بعضين من الشناقة واللي ما عنده وش الله يجيب ليه اهناك في انكبال المحسنين واللي بغي يصدق نصيحة من عندي يقلب عن المحتاج بنفسه ويعطيها ليه يد بيد ويخلي عليه الشناقة ذي البشر والمتاجيرين في العمل الإحساني وما أكثرهم في مثل هذه المناسبات عيدكم مبارك تأييد بدوام الصحة والعافية وطول العمر ان شاء الله واندوزوا الآن لموضوع حلقة اليوم بعد الفاصل اخطر مراسلة وصلت بها اليوم من طرف احد المتابعين الاوفياء ذي القناة كتقول بان المغاربة ما بقعوش كيتسننوا نهائيا من الجزائر بش تغير الموقف ديلها من قضية الصحراء حيث معمرها تغيره والعداوة تابتا والصواب ما باقيش يكون الامنية الوحيدة اللي عند الشعب المغربي الآن ما بقعت هي محاولة اقناء الجزائر بجدية الحكم الذاتي حيث الريوص دي الحكامها اقصح من الحجر وقلوبهم اشد من الصلب الامنية الوحيدة اللي عند الشعب المغربي الآن هي سوقوت نظام العسكر الظالم الحقار المتسلط الدمو وتحرير الشعب الجزائري من قبضاته الغاشمة الامنية الوحيدة اللي عند الشعب المغربي الآن هي اعادة الديمقراطية الى الجزائر وإنقاذ الشعب الجزائري الشقيق من البطش والتسلط دي الحكام العسكر الأمنية دي الشعب المغربي كيف الجزائري الآن هي اعتقال رؤوس الفساد رموز التسلط شنقريحة وتبون والآخرين ومباشرة بعد الاعتقال يجب تسليمهم إلى السيد فرحة مهني رئيس جمهورية القبائل المحتلة وذلك من أجل محاكمتهم محاكمة شعبية وإصدار الحكم المناسب في حقهم اعتراف المغرب بجمهورية القبائل الشقيقة وقراره دعم استقلالها من الاحتلال الجزائري الغاشل في أطول فترة استعمار لدولة مغاربية بشمال أفريقيا خربق كل أوراق دي الحكام العسكر وتصابوا بالجهل والصوار وتلقوا علينا بيادقهم والمعجورين ديالهم في الإعلام الأصفر والدكاكين الحزبية الانتهازية البرلمان ديالهم قال لكا سيدي حتى هو ناط وقرر باش يدخل لهذه المعمة بتعليمات عاجلة اما الجنيرال شنقريحة وقال لك ما غاديش نسكتو على النظام المخزني واتش الليدار راه ما فيه ما يصلح وما غاديش يدوز هاتش بخير وعلى خير اودي إلا بغيت تسمعوا مني أنا شخصيا كلام المعقول فراه المغرب هو اللي والله ما غاديش يسكتش وما غاديش يدوز لكم التحرم يد ديالكم بزاف بزاف الأصفر أيوب حوالي خمسين أهم دي الأصفر وذا بأوصل وقت المعقول ودقت ساعة النصري والحسم والحزم وصير الأنذال أي منقلب سينقلبون والله لو تطاول الأعداء علينا لا نمر غنى أنفهم في التراب حاولوا وسترون إن شاء الله البادي أظلم وعلى الباغي تدور الدوائر ما عمر كان المغرب مشكل مع الجزائر حكاما وشعبا وما عمر المغرب كان هو البادي المغرب كان دائما محايد وما يتدخلش في شؤون الدول الأخرى وما عمره طالب نهائيا في أي يوم من الأيام بدعم أي حركة في صاليا ولكن الزائر أو بل أحرى الحكام دي لها لا يريد أن يعطينا أشبار التساة ولا يريد أن يعطينا تشقار أو بين العالم كله بأن أسنان هملوا في أعلى بلادنا كيف يقول على المثال المغربي هذا ليس حال من أحد يسويني مسكين أشبال ليك أسير بوداني في هذا البلان الذي يدرون المغرب وماذا الجزائر تقدر تدير شيء حاجة كان جاوبوا حتى أنا بسؤال وأنا ضاحك وكان يقول لها ما نوزع ما تقصده واذا تريد أن تقول الحرب واذا تخبرك يا أخي بأن الجزائر إذا فكرتك الحرب ستكون فتحات عليها أبواب جهنم واذا تخبرك بأن المتضرر الأكبر والخاسر الأوفر لا سيكون هو المغرب بالعكس سيكون هو نظام العسكر نقول لك لماذا كيف تعرفه بلادنا مثلا فيها مؤسسة عسكرية قوية والأهم لكيميز المؤسسة العسكرية في بلادنا هو أن المهمة الوحيدة ديرها هي تنفيذ تعليمات القائد الأعلى لأركان الحرب العامة جلالة الملك محمد السادس حفظه الله وأي إشارة منه راكم أعرف النتيجة بلا ما نحتاجنا هذا العسكر ديرنا ما يدخلش نهائيا في السياسة وما يعطيش تصريحات سياسية كيف يديره حكام العسكر العسكر دير بلادنا ما كانوا في التكنات والحدود كيف قال سيدنا الحسن التاني الله يرحمه أما على الطرف الآخر وكان قصة الجزائر فالعسكر ديرها كلهم خربق القضية عندهم شي عين وشي حالف على شي وشي باغي يصفي هذا الشي وش عباد الله دولة عسكرية ما قدراتش الضمن حتى الوحدة والتفاهم ما بين الجنيرال ديرها غادي تفكر في شن الحرب على المغرب وهما أصلا الحرب نايدة غير بيناتهم وكل مرة كان سمعوا شي جنيرال كبير طير خوه وشد بلاستو وصيفته هو عشرين وكاملين للحبس وهو الجنيرال شنقريحة يربي غير يضمن بلاستو ويقاله من قليل وقت وهذا الشيء الذي يديره الآن مع المغرب راه غير باشي له الشعب الجزائري ويتلفوه على القبلة أو بالأحرى المطالب الأساسية دياله من دولة مدنية وليست عسكرية النهار لي شنقريحة يفكر يدير شي حاجة وقبل مردوا هنا سيصفيه غير هذا كل يحداه وضايرين بجنابه حتى هما كيتسنو غير الوجيبة مني نشدو حي أو ميت وربما هنا فين سيتحقق هذا الحلم الغريل أي شيء قال شنقريحة وتبون ومن معاهما وتسليمهم جميعا إلى المحاكمة قضية الصحراء تصفية تستعمار نعم إنها المخدرات صرفات المحتل في المغرب إن الصحراء الغربية هي آخر مستعمرة في إفريقيا نعم إحنا ما عندنا مشكلة مع المغرب الشقيق مع المغرب الشقيق موسيقى يا دبون وين عندك العز النفس عندك الرجلة حا تستيقل الشعب الزير إحنا جينا ما جابوناش إنتان ما تتشرفناش موسيقى 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 كان معكم محمد البودالي في حلقة جديدة من برنامج قضايا ساخنة أرجو وكما جرت العادة تعميم هذا الفيديو على نطاق واسع وما تنساوش تضيروا اللايك والبارتاج وتخليوا الكومنتار دمتم في رعاية الله وحفظي وإلى حلقة أخرى بإذن الله موسيقى 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 اشتركوا في القناة